السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكو اسلام أحيان الله الشباب شباب сريعا آخر ثلاثة أشهر كم كتاب قرأت يا معاذ ثمانية كتب حسن ناشة كتب مدرحمن خمسة كتب حمد 따�agues وامتاز معاذ أبرز كتاب لفت انتباهك من الثمانية كتب اللي قرأتها المجلد الثاني من التهذيب البداية والنهاية التهذيب البداية والنهاية المجلد الثاني حسن كامل الصورة سيرة الدعوية لعب الحمد بن باديس جميل محمد الداء والدواء لبن قيم الجوزية يا سلام معاذ ليش لفت انتباع هاك المجلد الثاني من تهذيب البداية والنهاية يظهر لنا عظمة الإسلام و سرعة انتشار حسن كامل الصورة كتاب كامل الصورة أنا قبلها كان عندي أسلة تشكيكية في وجود اللاؤن و ليش الدين الإسلام هو الصح و ثبات وجود السنة و هاي الشغلات و متفضل الله في كتاب كامل الصورة تكزت هاي العقيدة عبد الرحمن لفت انتباهي انه عطى آية جميلة جدا بالقرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا يعني لو هذا القرآن نزل على جبل لرأيته رح تشوفه متشتت و متكسر من عظمة و خشية الله فكيف لو نزل على إنسان جميل و التجربة الدعوية لحضن عبد الحميد بن باديس عبد الحميد بن باديس كان مركز على نقطة قوية انه هي نقطة الشباب و يعني و ذكر عبارة جميلة شغلنا بتأليف الرجال عن تأليف الكتب شغلنا بتأليف الرجال عن تأليف الكتب جميل محمد الدعوة الدواب من القيم ايش اللي لفت انتباهك فيه؟ ان الكتاب ينقلك من فتنة الشهوات الى تطهير النفس وتذكره طيب الشعب كثير من الشعب الان في العمر 15-16 وحتى قبل ذلك بقليل او بعده مشكلة الشهوات عندهم كبيرة هل ترى انه الكتاب له اثر سلوكي كبير في معارج مشكلة الشهوات؟ طبعا شغل جميل جدا طيب حسن الان ممكن بعض اللي تابعوا المقطع ممكن يقولوا يا جماعة انتوا عايشين في وادي غير اللي عايشين في الشواب ايش اللي 12 كتاب و 14 كتاب خلال ثلاثة اشهر اه يعني هل هذا فيه فائدة فعلا ايش الفائدة اصلا من القراءة والشي الثاني انه انتوا تخاطبوا من حتى ممكن يستفيدوا من كلامكم سأنا اساك سؤال اساك فيه حياة اصلا بدون قراءة الواحد اصلا الحياة كيف يستفيدون قراءة الواحد كيف يفهم دينه واحد كيف دافع بدربه الواحد كيف يخشى ربه انه ما يخشى الله من عباده العلماء اهم الاشياء حتى واحد يكون انسان عالم القراءة طيب لو بالنسبة للناس اللي تابعوا يعني لو قال لك واحد انه ما احد راح يهتم هس احنا في هاي القناة من خاطب الناس المهتمة في دينها امتها اول عنده قابلية انه نصر انسان مهتم في دينه امتهم ممتاز طيب هل راح يكون عندكم برامج متنوعة في القناة ولا فقط هذا البرنامج باذن الله هكوانا كثير برامج متنوعة او فيديوهات مقاطعة هل راح تكون كلها انتوا تقدموها من جهة واحدة ولا راح يكون فيه شي تفاعلي مع الجمهور لا طبعا فيه كثير اشي هتكون فيه تفاعلية احدها اللي هو برنامج يقرأه هننطلق فيه ان شاء الله انو هنكون فيه جلس حوارية هننتكلم عن كتاب ونناقش فيه ومع الجمهور نصر نطلب انهم يقرأوا كتب ونتابع معهم ناخد اراءهم الله 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 جميل طيب كأنه عندكم سلسلة عن العظماء او شي وعندكم يعني تركيز على ناحية معينة من العظماء ايش هي الناحية هالي هي العظماء اللي برزوا في عمر الجيل الصائد اسأل العظماء اللي برزوا في عمرنا بدنا نقدم عن سلسلةهم بحيث نقتدي فيهم ان شاء الله ممتاز الله يعطيكم العافية يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا